يقصد عديد النحالين المختصين في نوعية العسل المعروفة بالمرة بلدية خنق مايون بيسكيكدا بالنظر إلى توفر الغداء النازم لإنتاج هذا النوع وهو نبات القطلب الذي يمثل أكثر من 60% من الغطاء النباتي للمنطقة حلو ولكن فيه نوع من المورورة شوية لأن الأنواع هذا الذي يدرك الأشجار والأزهار الذي يدرك عن ساسنو هذا عندنا ساسنو عندنا كذلك كما مثلا الخروب عندنا بوغرامان عندنا يعني أنواع وكم يقولوا الفعالية على العسل هذا يعني أحسن من العسل تعال الربيع وهذا ربما يعني في المستوى الجزيرة ربما يعني المنطقة لأنه حنا مثلا كما ساسنو يعني 70% من الرحيق هو هنا لأنه لأنه نقدر نقول 60% من الغطاء النباتي اللي هنا هو ساسنو يعني هنا تشوف مثلا بلي كيم بزاف ناس يجيروا يحاوسوا مثلا على قطعة أرض هنا في الوقت هذا بالذات ينقلوا نحل تعام هنا باش تدير العسل هذه مميزات المنطقة الأخرى كتضاريسها زيادت من قيمتها وجعلتها تكون معقل هذا النوع دون منازع ساسنو هذا تقدر تقول فيها العسل وفيها الأبولين سماش هنا تشيب جبولة هنا باش ما يتطاحن نحل باش ما تموتن ناش سماش زيب زيادة القلاصرية رأينا نسكنوا فيها فيها التلج برد وكل شهاد سماش نجبوها هنا باش تكشن على الدفا هنا حولنا نحل تعنى من جبال أولاد عطية التي تكون على علو مرتفع للهنة المنطقة هذه المنخفضة وقريبة لسطح البحر وفي نفس الوقت يوجد غطاء ناباتي إذن هي إمكانية طبيعية كبيرة يمكن استغلالها سيما وأن هذا النوع مطلوب عالميا دون الحديث عن الطلب الداخلي لكثرة فوائده الصحية ترجمة نانسي قنقر